ازايكم? يا رب تكونوا بخير. بما اننا اكتف شويتين تلاتي على السوشيال ميديا في اخر فترة فخلينا نستغلها في حاجة جديدة. خليني كل يوم او يوم بعد يوم اقولك معلومة ليه علاقة بحاجة عامة مش شرط التخصص معين ولا الانجليش بس. خلينا نبدأ باول حاجة. جاء النهاردة كلمك عن القرآن. انا مش عارف الحقيقة حضرتك عارف ان فيه فرق ما بين القراءة والرواية وان القرآن ليه قراءات وليه روايات ولا لا. ولكن اخر فترة قبلت ناس كتير ما كانش عندهم المعلومة فخلينا نوضحها سببا. القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة احرف. يعني سبع احرف مش مقصود بهم الحروف اللي هي حروف في الكتابة. ولكن السبع احرف يعني مقصود بهم اختلاف في النطق والمعنى والتشكيل وحكم الوقف والاجاز. احكام الوقف والاجاز. يعني حضرتك كل قراءة وكل رواية فيهم ممكن يكون لها حاجة اختلاف عن التاني. ولكن الاساس بين القراءات والرواية كلها سابت والاختلافات بيكون بسيطة. باختلاف القبائل والرواي والقارئ. يعني واحدة عن تاني. كل القراءات دي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينطقها. ثم تتبعها الصحابة فالتابعون فالتابعين وهكذا وصلت لحضرتك. طيبا مصدر. القراءات اللي موجودة كام قراءة كانوا سبع قراءات. دول سبع قراءات سابتة. بعد كده اتمامهم تلاتة كمان. يعني بقوا كلهم عشر قراءات. لكل قراءة فيهم روايتين. يعني يعتبر عشر قراءات وعشرين رواية. طيب حضرتك لو مش عارف اسام القراءات هتنزل قدامك دلوقتي. العشر. ولو حضرتك مش عارف الروايات فلكل قراءة فيهم رواية. يبقى اتفقنا. عشر قراءات عشرين رواية. انصحك تحاول تسمع شوية وتعرف اكتر. اه بشكل شخصي. بحس ان رواية ورشن على النافع. بالصوت عبدالبسط عبدالصمد او مش عاري راشد. او ياسر الدوسري. من اكتر الروايات اللي ممكن تخليك تبكي حتى لو انت حجر. حاول تعرف اكتر. ولو عندك معلومة او انا اخطأ صلح. لو انا اخطأت صلح لي. اشوفكم في فيديو تاني. اشتركوا في القناة